موسيقى الأسبوع اللي خات فاتبنا بحلقة لعيد الأم والحلقة كان فيها رسائل كتيرة متوجهة للناس للمشاهد للأمهات وللأبناء الأجمل هو الرسائل اللي جات لنا بعد الحلقة كلها رسائل بتأكد أنه أنه ممكن كان فيه معاني حلوة أنه كان فيه أفكار حلوة ده شيء مش بس أسعدنا لا يخلينا دايما نكون بنقدم للناس ما يستحق بنقدم للناس اللي يضيف لهم مش اللي ياخد منه أصدق حلقة عيد الأم كانت أصدق كبيرة ووسعة ومش عايزة بالغ وأقول عظيمة هقول مرضية الأسئل اللي يخلينا نسعد أكتر النهاردة وبعدين إيه المانع أنه يبقى في معظم حلقاتنا توابع توابع حلوة إحنا قلنا في حلقة عيد الأم لو عايز تغير حاجة في حياة والدتك أو في بيتها أو في محيطها وقدمنا فعلا حاجات لطيفة جدا أو غيرنا حاجات يمكن تكون صغيرة يمكن تكون كبيرة بس عمل التغيير وهو ده مربط الفرص أن أنت تكون مؤثر أن أنت تصنع تغيير تغيير ده ممكن يبقى في الدنيا ممكن يبقى في نفسك خلينا مستمرين على النهج ده أن نصنع فرقا أنه يبقى مش مجرد برنامج نقضي فيه أو نقضي قدامه ساعات ودقايق لأنه يحصل فيه فرق طب ليه لأ لنصنع الفرق على طول الوقت أو كل ما نقدر مش لازم بس تكون حلقة كبيرة زي حلقة عيد الأم وبالتالي إحنا مستمرين النهاردة في صناعة بعض الفروقات اللي ممكن تغير حاجة كبيرة أو حاجة زغيرة نعمل فرق بأننا ندور على قصص حقيقية على ناس حقيقية يستهلوا أننا نكون وسطة خير بينهم وبين الدنيا كلها الحاجة صيصة الست اللي كفحت 43 سنة بالجلبية الرجالي عشان تربي بنتها الوحيدة بعد ما منكوزها كبرتك وديتك المدرسة لحد سات وما فيش مصاريف كنت عايزة علمك ما فيش كاعدتها دكتور وشي البصرية وشي الجرواني وعزكت ونجرت في الجناية جوستك سنك 16 سنة جوستك عارفة لو راجل ما كنتش عاملت كده سيصة كانت بطلة في واحدة من حلقاتنا من شهرين تقريباً حكينا حكايتها ما أنت كان ممكن تتجوزي يا حسي قصر لا 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 أزعل لا 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 الأصيلة تقود على عائلها الأصيلة تقود على عائلها جوزها مات تقود على عائلها وشان الله تبيع ترمص دي أمي أغلى من نور عيني يعني الليلة هي أنا ما كانت شردت الليلة هي كانت شردت صح يعني ما رجيتش بها لحانين غر أمي بس لما حكيناها ما حكيناهاش بشكل مأساوي لا دحكنا وتأملنا واسمعنا كويس نمشي شوف بقدلت الجزمة البودة ده كانت تشودي ولها لابدت وقت والماغي الزير ده بقى ويحكيلي على الزير أول زير ده اللي تلاجه خمسة جدام والله يحزك يا حاق جصيصة مع أنت متنمية أه لا تعزيني صح أه لا أه لا تعزيني بتاعها تعراك حياتك مسمية للزيرة هي التلاجة خمسة جدم؟ هي خمسة جدم هي هي أنا بدعيلك أنك تكملي حياتك بعزة وكرامة زي اللي بتديهم وتنهيها بعزة وكرامة بمجرد حصلت المداخلة مع البرنامج ومع المستزام هنا قدرنا ندبر الكوشك عشان نحق أمنياتها والحمد لله الكوشك جهز حالياً وطلعنانا الرخصة بتاعته وأنا سلمتها الرخصة دلوقتي ومن بعد الحلقة قصة الحجة صيصة بقت محطة اهتمام الصحف والمسؤولين في المحافظة وفي الوزارة لحد أسر الرئاسة في عيد الأم وزارة التضامن الاجتماعي كرمتها كأم مثالية ومن بعدها اختارها رئيس الجمهورية لتكون من بين الأمهات المثاليات اللي بيتكرموا في عيد الأم قصة تصنع فرقاً بس كمان في حلقتنا في بعض الفقرات اللي احنا مجهزين لها فيها طبعاً فروق واختلافات بس متنوع يعني مثلاً في فرق كبير هيحصل على نهر النيل خلال أيام الفرق هو إنه بدل ما الأرض هتتكلم عربي والنيل هيتعزف على شط ناي لأ النهر وما حاوله هيتكلم هندي لأنه في مهرجان كبير جداً هيبقى على ضفاف النيل أو في قلب القاهرة مهرجان هندي هو الأكبر من نوعه مهرجان بقى بمعنى كلمة مهرجان مش مجرد احتفالية ولا حدث مهرجان الناس أو ألاف من الناس خلال مجموعة أيام هيعيشوا أجواء الهند بكل تفاصيلها ألوان ورأس وغنى وأكل واستعراضات كل ده هيكون خلال أيام وهنطول لطلع على التغيير ده كمان هيبقى معانا شخصية عرفناها في أنماط مختلف حبناها من زمان من وهي صغيرة من وهي شابة لأنه من وهي في سن صغير حققت لمصر بطولات وميداليات ما حققهاش حد لا في البلد دي ولا في المنطقة حياتها فيها مراحل وتدرب وشفناها بصور كتيرة بس النهاردة لأول مرة هنشوفها بمهنتها الأصلية اللي ما حتش عارف عنها حاجة بالرغم من شهرتها الواسعة ومحبتنا الكبيرة لها هيكون معانا كمان تذكر لواحد من اللي صنعوا فرق في الموسيقى صنعوا فرق في أذن المستمع لما يبقى مؤلف أو موسيقار عبد الوهاب شخصيا قال عليه ده معلم موسيقى أو معلم سواء بقى عايز تقولها بالعمي أو بالفصحة إنما ألحانه عملت فرق مع المطربين اللي غنوا بألحانه ومع السميع اللي سمعوا قبل وبعد خلينا دايما نصنع فرقا من خلال الشاشة الصغيرة وبعد الفاصل هنبتدي الحلقة فورا دفعيتي طبعا اتخرجت سنة 2001 واحد وانا اتخرجت سنة 2004 نريد نرسل رسالة إيجابية مش للهند فقط بس للأعلم بشكل عام قال من كلها الغنوة كانت نار واللوبة كانت نار صور يا حبيبي محمد الموج ده بيصحن من النوم بيلاقي اللحنة تحت المخدة شوف 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 الأسوأ دعم الإيج رياضة وطب من غير ما تعملي هذا ما لهاش قيمة الحياة إزاي أو إمتى الأنتريد ده هيتجدد وأنا عملت إيه كده حلوة عشان يحصل كده ما شاء الله عليه هو زقه رائع يعني كنت واقفة زي زياح كنت نبعد على طبلية مع بعض ما فيش فرق في علاقها بين الشعب انتي خلاص وصلتي لطموحك ما تصبرنيش أنا هعمل اللحن من غير ما توعد معايا إزاي أنت قفزت القفزة دي والوضن متقبلها بطرة العالم دلوقتي عندها 40 سنة فإني ممكن أنا وإنتي نروح نعوم تاني إن شاء الله بس ده معنا فرصتي أكبر من فرصتي مش كده برضو أيضا الحن عبقري عمل المقدمة الموسيقية كأنها افتتاحية علامية قالوا هيا دي تلاقي الشيتيمة في ودنها وتضع عليها وليما تكوتش عايز تغير الأنتريلي ولاد أطفال بهدرة أنا كان ده السطايل اللي قدامي كله يا طم راحنة يا طم راحنة خلتي بينا وبعدتي عنا الورد كله كله كسى الجناين مش معنى أنت انت شردة منا يا طم راحنة يا طم راحنة يا طم راحنة يا طم راحنة